الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّ لنا من أمرنا رشهدا أيها الإخوة وصلنا في هذه السلسلة من الدروس في شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وصلنا إلى باب نفقة المعتدات وسنتناول في هذا الباب كلام أهل العلم عن نفقة المعتدات ثم أيضا سننتقل بعده للكلام عن أحكام ومسائل الظهار واللعام فنبتدي أولا بباب نفقة المعتدات ونبدأ أولا بالاستماع لعبارة المصنف رحمه الله تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمصنف ولجميع المسلمين قال الإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الفقه باب نفقة المعتدات وهن ثلاثة أقسام أحدها الرجعية ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنة ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلها نفقة العدة فلهما فلهما نفقة العدة أحسن الله بكم نعم نفقة المعتدات قسم المصنف رحمه الله المعتدات إلى ثلاثة أقسام القسم الأول المطلقة الرجعية وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين هذه تسمى المطلقة الرجعية وهي زوجة هي في حكم الزوجة تماما ولها أحكام الزوجة فلو أن مطلقها مات ورثته ولو ماتت ورثها مطلقها ولذلك فنفقتها مستمرة وباقية وكذلك أيضا سكناها فهنا قال ثلاثة أقسام أحدها الرجعية وهي من يمكن زوجها إمساكها عرف المصنف الرجعية بمن يمكن لزوجها إمساكها وهي كما ذكرنا المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين فلها النفقة يجب على مطلقها أن ينفق عليها ما دامت في العدة ولها السكن أيضا يجب على مطلقها أن يوفر لها السكن ما دامت في العدة وهذا مجمع عليه بين أهل العلم لقول الله عز وجل في شأن المطلقات الرجعيات أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقول المصنف ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما لو أسلم زوج الكافرة غير الكتابية أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما وذلك الانفساخ النكاح بسبب من قبلهما ولو كانت المسألة بالعكس قال وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلم بعد الدخول فلهما نفقة العدة وذلك لأن الانفساخ إنما كان بسببهما فلزمتهما نفقة العدة المترتبة على ذلك القسم الثاني من المعتدات نعم قال رحمه الله تعالى الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكن لها بحال ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا القسم الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكن لها بحال وهذه المطلقة ثلاثة تطلقات هذه لا نفقة لها ولا سكن وهكذا أيضا من فسخ نكاحها فإنها تبين من زوجها فلا نفقة لها ولا سكن وهكذا أيضا مختلعة كل هذه أولاء النسوة ليس لهن نفقة ولا سكنة لوجود البينونة وذلك لحديث فاطمة بنت قيس فإن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاقا بائنا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتك زوجها في أنه لم يجعل لها نفقة ولا سكنة وكان قد أرسل إليها بشعير فسخطته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنة واستثنى المصنف من هؤلاء قال ولها النفقة إن كانت حاملا ولها النفقة إن كانت حاملا يعني لو كانت مطلقة ثلاثا لكنها حامل فلها النفقة لأجل الحمل لقول الله عز وجل وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم أي وإن لم تكن حاملا فلا نفقة لها فالنفقة للمطلقة البائن إذا كانت حاملا لأجل الحمل لأجل الحمل وإلا إذا كانت ليست بحامل فلا نفقة لها القسم الثالث من المعتدات قال رحمه الله تعالى الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنة الثالث من المعتدات التي توفي عنها زوجها وهي في عدة الوفاة في الإحداد هذه لا نفقة لها ولا سكنة لأن المال قد أصبح مال وارث فليس لها نفقة ولا سكنة والسنة إنما جاءت بأمر المحدة بأن تبقى في بيت الزوج ولم يرد ما يدل على على وجوب بذل السكنة لها في وقت العدة من قبل الورثة وقد حكي إجماع أهل العلم على ذلك وعلى هذا فالمتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة وليس لها سكنة ولذلك إذا مات الرجل وله زوجة وطلبت النفقة أو السكنة نقول لا يجب لا يجب ذلك على الورثة الترك الآن أصبحت مال وارث لكن إن تفاهمت مع الورثة في أن يجعل لها نفقة أو سكنا فهذا أمر حسن لكن لو أن الورثة لم يستجيب لها فليس لها لا نفقة ولا سكنا نعم قال رحمه الله باب استبراء الإماء وهو واجب في ثلاثة مواضع أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها الثاني أم الولد والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئهما الثالث إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم تنكحا حتى يستبرئا أنفسهما والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا أو حيضة أو حيضة إن كانت تحيض أو شهر إن كانت آيسة أو من اللاء لم يحضن أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه باب استبراء الإماء هذا الباب متعلق بأحكام الإماء وكما ذكرنا في درس الأمس أن الرقة قد انقرض الآن في العالم ولم يعد له وجود ولذلك فقراءتنا لهذه المسائل هي من الناحية النظرية ولكن قد يستفاد منها في بعض النوازل قد استفادوا منها في بعض النوازل ولذلك ولذلك بعض المسائل المالية المعاصرة استفيد من بعض أحكام الرق فيها مثل مسألة مثلا هل يجري الربا بين العبد وسيده فاستفيد منها في نازلة من النوازل وهي هل يجري الربا بين الشركة الأم وشركاتها الفرعية فقد يستفاد من هذه المسائل يعني مسائل أخرى مخرجة عليها أو نوازل تخرج عليها فقراءتنا لها ليست عديمة الفائدة ومعنى استبراء الإيمة يعني التوقف عن الوط حتى يعلم براءة الرحم وهو واجم في ثلاثة مواضع أحدها من ملك جارية من ملك أمة فإنه إذا اشتراها لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها بحيظة والموضع الثاني أم الولد أم الولد هي الأمة إذا أنجبت تصبح أمة ولد والأمة التي يطأها سيدها فهذه لا يجوز له تزويجهما لا يجوز أن يزوجهما حتى يستبرئهما هو سيد لكن لو أراد أن يزوجها لزوج فلابد من الاستبراء بحيظة والثالث إذا أعتقهما يعني إذا أعتق الأمة وأم الولد السيد سيدهما أو عتقى بموته وأم الولد تعتق بموت السيد ولكن الأمة تعتق إذا دبر إذا علق عتقها على الموت لم تنكها حتى يستبرئ أنفسهما بحيظة والمقصود من هذه الحالات الثلاث أن الأمة إذا أرادت أن تنتقل لمن يطأها من زوج أو سيد فلابد من الاستبراء بحيظة قال المصنف والاستبراء في جميع ذلك يعني كيف يكون الاستبراء قال بوضع الحمل إن كانت حاملا إن كانت حاملا يكون بوضع الحمل وإن لم تكن حاملا قال أو بحيظة إن كانت تحيظ طيب إن كانت ليست حاملا وليست ممن يحيظ كالآيسة قال أو شهر إن كانت آيسة أو من اللائي لم يحيظنا طيب إذا لم تكن من هذه الحالات الثلاث كالتي ارتفع حيظها لا تدري ما رفعه قال أو عشرة أشهر إن ارتفع حيظها لا تدري ما رفعه وذكرنا بالأمس أن عدة التي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ها من يذكرنا بما قلناه بالأمس نعم تفضل ارفع صوتك نعم حسن تسعة أشهر وثلاثة أشهر تسعة أشهر احتياط للحمل وثلاثة أشهر العدة وذكرنا قولا آخر وهو أنه مع تقدم الطبي يمكن التأكد من براءة الرحم من غير حاجة لأن تتربص تسعة أشهر فيكتفى بثلاثة أشهر الأم على النص من الحرة ولذلك المصنف قال أو عشرة أشهر أن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فإذا استبعدنا التسعة أشهر يبقى شهر وعدة الأم شهران فنجعلها شهرين احتياطا هذه أبرز المسائل المتعلقة بهذا الباب نعم رحمه الله كتاب الظهار وهو أن يقول لامرأته أنت عليك ظهر أمي أو من تحرم عليه على التابيت أو يقول أنت عليك أبي يريد تحريمها به فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسى كتاب الظهار الظهار مشتق من الظهر وخص به من بين سائل الأعضاء لأنه موضع الركوب ولهذا يسمى المركوب ظهرا ومعنى الظهار فهو أن يقول لامرأته أنت عليك ظهر أمي أو من تحرم عليه على التأبيد كأخته وبنته ونحوهما أو يقول أنت عليك أبي يريد تحريمها به فهذه كلها من صور الظهار لكن إذا قال أنت علي حرام وهذا هو هذه اللفظة الدارجة عند كثير من العامة إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فهل يعتبر هذا ظهار في هذه المسألة قولان للفقهاء القول الأول أنه يعتبر ظهار حتى لو نوا به الطلاق أو اليمين وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والقول الثاني أنه يقع ما نواه من ظهار أو طلاق أو يمين وهذا مذهب الجمهور جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة قال المصنف الموفق من قدامة في كتابه المغني الموفق له أربعة كتب في الفقه صنفها على أربع مستويات الكتاب الأول هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا العمدة في الفقه هذا للمبتدئين والكتاب الثاني للمستوى الذين أعلى منهم وهو المقنع والمكتاب الثالث للمتوسطين ها من يذكر اسمه الكافي حسن والكتاب الرابع لأعلى درجة وهو يعتبر موسوعة فقهية في جميع المذاهب وهو المغني فلا هو هذه الكتب الأربعة يقول المصنف الموفق في كتابه المغني وهذا القول قول أكثر الفقهاء على التحريم إذا لم ينوي به الظهار فليس بظهار واستدل الجمهور لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا الرجل الذي قال لزوجته أنت علي حرام نقول ماذا نويت إن نويت الظهار يكون ظهارا إن نويت الطلاق يكون طلاقا إن نويت اليمين يكون يمينا وهذا هو القول الراجح قد اختاره جمع من المحققين من أهل العلم كابل عباس من تيمية ومن قيم وغيرهما من المحققين وعلى هذا نقول في من قال لزوجته أنت علي حرام فنقول المرجع في ذلك إلى نيتك ماذا نويت بهذا هل نويت بقولك أنت علي حرام أي محرم كتحريم أمك وأختك فإن قال نعم فيكون هذا ظهارا وإن قال لا نقول هل نويت بهذه الكلمة طلاقها فإن قال نعم فيقع طلاقا لأن هذا اللفظ يصلح لأن يكون من كنايات الطلاق وإن قال لم أرد الظهار ولا اليمين وإن قال لم أرد الظهار ولا الطلاق وإنما أردت الحثة أو المنع أو التصديق أو التكذيب فنقول هذا حكمه حكم اليمين وهذا هو الغالب على الناس عندما يأتون بهذه اللفظة يريدون بذلك المنع فيقول لزوجته إن ذهبت للسوق فأنت علي حرام إن كلمت فلانا فأنت علي حرام يريد بذلك منعها ولا يريد أنها محرمة عليه أو إن لم تفعلي كذا فأنت علي حرام فهذا حكمه حكم اليمين وهذا هو الغالب على كلام الناس أنهم يريدون ذلك وعلى ذلك لا يقع طلاقا ولا ظهارا وإنما يكفر الزوج كفارة يمين إذا لم يتحقق ما أراده فعلى هذا نقول القول الراجح في من قال لزوجته أنت علي حرام أن المرجع في ذلك لنيته فإنما ظهارا فيكون ظهارا وإنما طلاقا فيكون طلاقا وإن لم ينوي ظهارا ولا يمينا وإنما أراد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا فحكمه حكم اليمين وفيه كفارة يمين إذا لم يتحقق ما أراده هذه خلاصة كلام أهل العلم في هذه المسألة هذه المسألة لم يذكرها المصنف لكن ذكرتها لأهميتها وربما لو قرأتها في بعض كتب الفقر تجد الكلام فيها متشعبا هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة فاخذ هذه الفائدة واضبطها فهذا إذا قرأت كتب الفقر كلها يرجع لهذه الخلاصة التي ذكرت وعلى ذلك نقول في من قال لزوجته أنت علي حرام الراجح أنه بحسب منوى من ظهار أو طلاق أو يمين قال فلا تحل له طيب قبل هذا الظهار بينا معنى الظهار وبينا صور الظهار ما حكم الظهار الجواب حكمه أنه محرم لقول الله عز وجل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإنهم ليقولون يعني الظهار المقصود الظمير يرجع على الظهار قد سمع الله قول لا تتجادك في زوجه وتشتكي إلى الله الله اسمه وتحوركما إن الله سمع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم من أمهاتهم للاء ولدنهم وإنهم ليقولون يعني هؤلاء الأزواج المظاهرين ليقولون منكرا من القول وزورا وهذا يدل على تحريم الظهار لكن يعني نريد الآن أن نعرف هذه المعصية هل هي من الصغائر أو من الكبائر هذا الوصف لهذه المعصية بأنه منكر من القول وزور هل هو يدل على أنها من الصغائر أو من الكبائر من يجيب عن هذا السؤال نعم فضل الذي يظهر له من الكبائر لأنه وصف شديد عندما يقول ربنا عن معصية منكر من القول وزور هذا وصف شديد لا يكون على الصغيرة هذا لا يكون لعلى كبيرة وهذا يدل على أن الظهار أنه من الكبائر من كبائر الذنوب ولذلك كانت كفارته مغلظة كما سيأتي وأيضا يدل لهذا سبب النزول الذي لأجله نزلت هذه الآية أو الآيات كما جاء عند أبي داود وغيره بسند صحيح عن خوله بنت مالك ابن ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني يقول اتق الله فإنه ابن عمك فقلت أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك فأنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها كانت تجادل النبي عليه الصلاة والسلام وتشتكي إلى الله قالت اللهم إني أشكو إليك والله يسمع تحاوركما سبحان الله الله يسمع تحاوركما تقول أم المؤمن عائشة رضي الله عنها تقول تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خوله ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ربنا الذي استوى على العرش يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله تقول اللهم أني أشكو إليك والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم كيف يقول الرجل لزوجتي أنت عليك ظهر أمي يجعلها كأمه وهي ليست أمه حقيقة ولهذا قال ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا لأي ولدنهم أم الإنسان التي ولدته كيف يجعل زوجتها أما له وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله نعافوه ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك كفارة الظهارة لشيئة الكلام عنها إذن الظهار حكمه أنه محرم بل من كبائر نعود عبارة المصنف قال فلا تحل له حتى يكفر إذا ظهر الرجل من زوجته لا يحل له أن يطأها حتى يأتي بالكفارة التي ذكرها الله عز وجل في قوله والذين يظاهرون من نسائهم فتحريروا رقبة من قبل أن يتماسع فيؤمر بعدق رقبة قال حتى يكفر بتحرير رقبة والآن انقرض الرقب ولا يوجد رقاب فينتقل للأمر الثاني وقوله من قبل يتماسع يعني من قبل أن يحصل الجماع والوطن وهذا يدل على أنه ممنوع منها حتى يكفر فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسع والآن الناس لا يجدون الرقام فمن ظاهر مباشرة يؤمر بصيام شهرين متتابعين ولا بد من التتابع في الشهرين فلو أنه صام ثمانية وخمسين يوما ثم أفطر لازم هو أن يعيد من جديد التتابع لا بد منه وقد يقول بعض الناس إن علي مشقة نقول المشقة لا بد منها لأن المعصية كبيرة وصفها ربنا بمنكر من القول وزور فالكفارة لا بد أن تكون مغلظة وبعض الناس عندما يؤمر بالكفارة المغلظة يقول إنني لا أستطيع وهنا نطرح عليه السؤال ينبغي أيضا للمفتي أن يطرح عليه سؤالا هل تستطيع أن تصوم شهر رمضان فإن قال نعم فنقول إذن أنت تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين وأما المشقة فلا بد منها لأنك أتيت بقول بمنكر من القول وزور من صام شهر رمضان فهو في الغالب قادر على صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع يعني لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين إما لكبر سنه أو لمرضه أو لغير ذلك فإطعاموا ستين مسكينا فهذه الكفارة كفارة مغلظة وهي على هذا الترتيب وهي أيضا نفسها كفارة الجماع في نهار رمضان ولهذا قال مصنف وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان نعم قال رحمه الله وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان فإن وطأ قبل التكفير عصى ولازمته الكفارة المذكورة ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه لكل واحدة كفارة نعم قال فإن وطأ قبل التكفير عصى هذا رجل ظاهر من زوجته قلنا له لا يحل لك أن تطأها حتى تكفر كفارة مغلظة لكنه خالف ووطأها قبل أن يكفر فما الواجب عليه يقول المصنف عصى أولا يأثم فعليه التوبة إلى الله عز وجل ولزمته الكفارة المذكورة نقول عليك الكفارة وعليك التوبة إلى الله عز وجل لأنك قد عصيت فإن الله تعالى قال من قبل أن يتماسى وأنت قد مسستها قبل أن تكفر قال ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة هذا رجل ظاهر من امرأته في الصباح ثم ظاهر منها في المساء ثم في اليوم الثاني ظاهر ثلاث مرات فهل نقول عليه ثلاث كفارات أو كفارة واحدة نقول عليه كفارة واحدة كما لو حلف على شيء ثم حلف عليه ثم حلف عليه والمحلوف عليه واحد فعليه كفارة يمين واحدة فالكفارات تتداخل فيما بينها بشرط أن لا يكون قد كفر وأيضا بشرط أن يكون المحلوف عليه واحدا قال وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة هذا رجل عنده أربع زوجات أغضبنه فقال لهن أنتن علي كظهر أمي فهل نقول عليه أربع كفارات أو كفارة واحدة كفارة واحدة لأنه إنما قال ذلك بكلمة واحدة طيب إن قال ذلك بكلمات قال وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة قال للزوجة الأولى أنت عليك ظاهر أمي ثم ذهب للثانية وقال لها مثل ذلك ثم للثالثة وقال لها مثل ذلك ثم للرابع وقال لها مثل ذلك نقول عليه عن كل زوجة كفارة على هذا يكون عليه أربع كفارات وبعض الناس عنده استهتار ولذلك أذكر أنه في أحد برامج الفتية مستفت تصل وقال إنه جامع زوجته في نهار رمضان عشر مرات هذا يدل على الاستهتار والتلاعب بحدود الله عز وجل وهو يعلم الحكم لكن هذا يدل على رقة الديانة والتلاعب بحدود الله سبحانه وتعالى ولذلك ينبغي أن يشدد على هؤلاء والزوجة شركة معه في الإثم وإلا أن يجبرها بحيث لا يكون لها خيار أما مجرد الضغط عليها فلا يبيح لها أن تطاوعه في الجماع في نهار رمضان أو حتى في الظهار قبل كفارة قال رحمه الله وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين والعبد كالحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام وإن ظاهر من أمته فليس بظهار لأن الظهار إنما يكون من الزوجة والله تعالى قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم يعني من زوجاتهم فلو كان من الأمهل التي يملكها هذا ليس بظهار وإنما حرم ما أحل الله له فيكون فيه كفارة يمين فإذا ظاهر أو حرمها فليس أيضا بظهار وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه زوجة عائشة وحفصة وجداه مع أمته فحرمها على نفسه فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك لأن الأمه يجوز للزوج يجوز للسيد أن يتسرى بها لم تحرم ما أحل الله لك وورد أيضا الصحيحين هذا نزل في شأن العسل لما قالت له عائشة وحفصة نشم منك رائحة معافيل فحرم العسل على نفسه فأنزل الله تعالى هذه الآية فقيل أنه نزلت بشأن تحريم الأمه أو بشأن تحريم العسل وقيل بشأن تحريمهما جميعا فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله له تبتغي مرضات أزواجك يعني حفصة وعائشة والله غافور الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانك يعني هذا يكفر وكفارة اليمين وهذا يدل على أن من حرم على نفسه شيئا غير الزوجة فحكمه كفارة يمين يكون فيه كفارة يمين قال أو حرم شيئا مباحا حرم شيئا مباحا وهذا يحصل من بعض الناس يغضب ويقول هذا الشيء عليه حرام حرام علي أني أخذ هذا الشيء حرام علي أني أشرب هذا الماء حرام علي أني أتغدى عندك حرام علي أني أأكل عندك وجبة حرام أني أدخل بيت فلان فهذا حكم فيه كفارة يمين حرم ما أحل الله له والله تعالى يقول يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فهذا التحريم يحله كفارة اليمين قال أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمت لم يحرم وكفارة وكفارة يمين لو كان الظهار من الزوجة الزوجة قالت لزوجها أنت عليك أبي أو أنت عليك أخي هل يكون ظهارا الجواب لا الظهار لا يكون من الزوجة وإنما من الزوج والدليل لهذا قول الله عز وجل الذين يظاهرون أكمل آية الذين يظاهرون منكم منكم من نسائهم كلمة منكم يعني من الأزواج لاحظ هذه الكلمة من ثلاثة حروف لكن استفدنا منها هذا الحكم انظر إلى عظمة القرآن ثلاثة حروف فقط استفدنا منها هذا الحكم وهو أن الظهار إنما يكون من الأزواج وليس من الزوجات الذين يظاهرون منكم يعني أيها الأزواج وهذا في إشارة إلى أن الظهار لا يكون من الزوجة فلو أن الزوجة قالت للزوج أنت كأبي أنت عليك أبي أو كأخي ونحو ذلك فليس بظهار طيب ماذا يكون حكمه حكم اليمين يكون فيه كفارة يمين ولهذا قال مصنف أو ظاهرة المرأة من زوجها أو حرمته أو قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام فهذا حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين قال والعبد والحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام العبد والحر الأصل استواؤهما في الأحكام إلا ما ورد الدليل بتخصيصه ففي الكفارة العبد كالحر إلا أن العبد لا يكفر كفارة يمين لأنها مان والعبد وما ملك لسيده فيكفر بالصيام نعم قال رحمه الله كتاب لعان إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه نعم كتاب اللعان اللعان أقول لنا هذا الكتاب مهم ومعرفة أحكامه في غاية الأهمية خاصة في وقتنا الحاضر ولا أدل لذلك من كثرة القضايا المتعلقة بهذا الشأن في المحاكم فهي بالألوف اللعان مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه فالخامسة إن كان كاذبا وتعرفه شرعا تعرف اللعان شرعا شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبي مقرونة بلعنة أو غضب شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبي يعني من الزوج أو الزوجة مقرونة بلعنة في حق الزوج أو بغضب بحق الزوجة والخامسة أن لعنة الله عليه أن كانوا كاذبين في الزوجة والخامسة أن غضب الله عليها أن كانوا الصادقين وسبب اللعان قذف الزوج زوجته بالزنا فإذا قذف الزوج زوجته بالزنا يطلب منه البينة فإن لم يأتي بها إن لم يأتي بالبينة فإنه يلاعن أو يقام عليه حد القذف يلاعن أو يقام عليه حد القذف أو يأتي بالبينة هذا الذي قال عن زوجة إنها تزني يقال عندك أربعة شهود فإن قال لا يقال إذن لعن وإلا تجلد ثمانون جلدة وإنما أكتفي بذلك في حق الزوج يعني غير الزوج لا تقوم الأيمان اللعان مقام الشهود فلو أن رجل قذف آخر أو قذف امرأة يقال إما تأتي بأربعة شهود أو تبحد حد القذف لكن الزوج استثني فقيل للزوج إذا لم تجد شهوداً فيكفي منك أن تشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادق والخامس إن لعنت الله عليك إن كنت من الكاذبي وإن مكتفي بذلك لأن الزوجة في الغالب لا يقدم على قذف زوجته بالزنا إلا هو صادق في الغالب لأنه أول المتضررين سيهدم أسرته سيهدم بيته فهو أول المتضررين من هذا القذف وحينئذ إذا لعن الزوج وحلف بالله أربع مرات ثم الخامسة أن لعنت الله عليه يقال للزوجة إما أن تحلف أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن لعنت الله عليك إن كانوا الصادقين أو أنك ترجمي وهذا هو اللعام من أسبابه التساهل في متابعة الأهل ومن أسبابه أيضا الابتلاء بعض الناس قد يبتلى يبتلى بزوجة غير صالحة تقع في الفاحشة ومن أسبابه أيضا السخرية وهذا أمر مهم السخرية والاستهزاء وهذا قد وقع لعاصم بن عدي فقد جاء في الصحيح أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن وجد أحدنا مع زوجته رجلا أيقتله فتقتلونه أم يذهب ويبحث عن أربع شهود أربعة شهود قال ذلك على سبيل الافتراض ثم بعد بعد برها من الزمن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تسأل عنه قد ابتليت به أنظر كيف أن الإنسان أحيانا يفترض عن نفسه أشياء فيبتلى بذلك قال إن الذي سألت عنه قد ابتليت به قال عاصم ما ابتليت إلا بقول هذا ما ابتليت إلا لقول هذا علق على هذا الحافظ بن حجر رحيمه الله في الفتح قال وفي هذه القصة من الفوائد أن البلاء موكل بالمنطق أن البلاء موكل بالمنطق فالإنسان لا يفترض على نفسه لا يقول لو أن زوجة حصرك منها كذا لماذا تفترض عن نفسك اسأل عن الحكم بأسلوب آخر بطريقة أخرى ثم أيضا السخرية والاستهزاء إذا ساخر بأحد ففي الغالب أنه يقع للساخر مثلما سخر بذلك الإنسان وقد يكون ابتلاءا قد لا يكون السبب لا سخرية ولا تساهلا قد يكون ابتلاء والابتلاء تتنوع بعض الناس قد يبتلى في صحته وبعض الناس قد يبتلى في ماله وبعض الناس قد يبتلى في أولاده وبعض الناس قد يبتلى في زوجته ولله الحكمة في هذا والله تعالى يقول أحسب الناس وأن يترك وأن يقول آمنا وهم لا يفتنون فلا بد من الابتلاء ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لأن الناس كلهم يدعون الإيمان الذي يمحص الصادق من الكاذب هو الابتلاء إذن هذا هو اللعان قال المصنف إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة لا بد من هذه الأوصاف أما إذا كانت غير عفيفة فإنه لا يحد حد القذف ولهذا قال لزمه الحد يعني حد القذف إن لم يلاعن ولهذا لما جاء هلال ابن أميه للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له رجلا وقع بزوجته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وحد في ظهرك قبل أن تنزل آيات اللعام قال يا رسول الله أيجد أحدون الرجل مع زوجته يذهب يأتي بالبينة فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة وحد في ظهرك فجعل كل ما تكلم هلال قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة وحد في ظهرك قال يا رسول الله إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئني ثم أنزل الله تعالى آيات اللعام فقوله عليه الصلاة والسلام البينة وحد في ظهرك قبل نزول آيات اللعام بعد نزول آيات اللعام قال البينة أو تلاعن أو حد في ظهرك وهو ثمانون جلدة قال وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير وإن لم يلاعن يعني إن كانت الزوجة ذمية ليست مسلمة كتابية يهودية أو نصرانية أو أنها أمة ليست حرة فهنا لا يجلد حد القذف ولكن يكون التعزير بما يراه القاضي مناسبا قال ولا يعرض له حتى تطالبه يعني إذا قذف الرجل زوجته والزوجة لم تطالب بقامة حد القذف لا يحد حد القذف لا بد من المطالبة لا بد أن الزوجة ترفع عليه قضية وتطالب بحد القذف لأن قد يكون الزوج صادقا والزوجة لا تريد أن تفضح نفسها فتسكت ثم ذكر المصنف رحمه الله صفة اللعام وهي مذكورة في سورة النور في أول سورة النور قال واللعانو نعم قال رحمه الله واللعانو أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه أشهد بالله إذا قال الفقهاء الحاكم ماذا يقصدون به القاضي إذا قالوا الحاكم يعني القاضي وإذا قالوا الإمام يقصدون به من الله السلطة الأعلى في الدولة هذه مصطلحات الفقهاء لكن الحاكم يريدون به القاضي في جميع كتب الفقه أو نائبه يعني نائب القاضي نعم واللعانو أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت بهم رأتي هذه من الزنا ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها نعم إذن يقول الزوج بحضرة القاضي أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت بهم رأتي فلانة أو يشير إليها من الزنا ويكرر هذا الكلام أربع مرات طيب نعم الخامسة ثم يوقف عند الخامسة ثم يوقف عند الخامسة وبعضهم يقول توضع يقوم أحد الحاضرين ويضع يده على فيه كما فعل مع امرأة هلال طيب ماذا يقال فيقال له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فإن أبى إلا أن يتم فليقل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت فيه امرأتي هذه من الزنا طيب هذه صفة اللعام من الزوج من الزوج يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه ويشر لزوجته أو يسميها من الزنا ويكرر ذلك أربع مرات ويستحب أن يقوم أحد الحاضرين ويضع يده على فيه ويقول قبل أن يقول خامسة يقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة يعني يذكره بالله عز وجل كما ذكر الصحابة امرأة هلال ابن أمية وفإن أبى إلا أن يتم فيقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبي هذه الآن خمسة أيمان من الزوج وبهذا الآن تنتهي الأيمان من الزوج ننتقل للزوجة نعم ويدرأوا عنها العذاب أن تشهد أربع يعني لا ترجم لا يقام عليها حد الزنا العذاب يعني حد الزنا وهو الرجل فيدرأ عنها يعني لا يقام عليها الحد بشرط نعم ويدرأوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل فإن أبت إلا أن تتم فالتقل وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا نعم بعدما يأتي الزوج بخمسة أيمان والخامسة لعنة الله عليهم كاما كاذبين ننتقل للزوجة فإن أبت الزوجة أن تأتي بالأيمان يقام عليها حد الزنا وإن أتت بالأيمان تأتي بها على هذه الصورة وهي منذكورة في أول صورة النور فتقول المرأة أشهد بالله إنه يعني زوجها لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتكرر هذا أربع مرات ثم بعد الرابعة توعظ وتخوف من أحد الحاضرين ويقال لها إنها الموجبة وعذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة فإن أبت إلا أن تتم فتقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به زوجها من الزنا ومرأت هلال بن أمية لما لعن هلال قامت هي ولعنت لما أتت الخامسة قالوا لها اتق الله إنها الموجبة عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة فتلكأت وترددت وأرادت أن تتراجع ثم قالت والله لا أفضح قومي فأتت بالخامسة قالت غضب الله عليها إن كان من الصادقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال أبصروها فإن جاءت به يعني ولدت أكحل العينين إن كان هذا الطفل المولود أكحل العينين سابغة لإليتين خدلج الساقين وهو لشريك بن سحمى يعني الزاني فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شاء فهذا يدل على أن الشبه غير معتبر شرعا مادام أتت بالأيمان يدرى عنها العذاب والشبه غير معتبر وإلا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جاءت به على هذه الصفة فهو لفلان للزاني وأتت به كذلك ومع ذلك ما قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بدر العذاب إذا أتت بهذه الأيمان فأتت بها أتت بهذه الأيمان نعم قال رحمه الله تعالى ثم يقول طيب هنا لفته لماذا الزوج في الخامسة يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين بينما الزوجة تقول غضب الله عليه إن كان من الصادقين أيهما أشد الغضب أو اللعنة الغضب الغضب أشد والسبب في ذلك أن أيهما أقرب للصدق عندما تحصل ملاعنة أيهما أقرب للصدق في الغالب الزوج أو الزوجة الزوج الزوج في الغالب أنها لا يقدم إلا وهو صادق لأنها أول متضررين فلما كان كذلك كان بالنسبة للزوج اللعنة وبالنسبة للزوجة الغضب لأنها إذا كانت عالمة بحقيقة الأمر وأنكرت ما تعلم فإنها تستحق غضب الله تعالى وهو أعظم من اللعنة لأنه إنكار للحق مع العلم به فهذا موجب لغضب الله عز وجل فإن من علم الحق وأنكره وجحده غضب الله عليه ولهذا نحن نقول في الصلاة غير المغضوب عليهم يعني من علموا الحق وجحدوه ولا الضالين يعني الذين عبدوا الله على جهل وضلال نعم ثم يقول الحاكم وقد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا طيب ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما يعني لا بد من تلفظ القاضي بذلك وقالوا بعض أهل العلم إنه إذا تم اللعان فقد وقعت الفرقة بين الزوجين ولو لم يقول القاضي ذلك وهذا هو القول الراجح لا دليل يدل على اشتراض تلفظ القاضي بهذا ولهذا في قصة عمي عوامر العجلاني الذي لعن امرأته واللعان وقع في عاد النبي عليه السلام مرتين في قصة هلال بن عمي وقصة عوامر العجلاني لما ظهر عوامر امرأته لما لعن عمي عوامر امرأته لما فرغ من اللعان قال عوامر كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل المتلاعينين طيب قال فتحرم عليه تحريما مؤبدا يعني إذا حصل اللعان بهذه الصفة تصبح هذه المرأة محرمة على هذا الزوج تحريما مؤبدا حتى لو تزوج زوجا آخر وطلقها الذي يطلق امرأته ثلاث مرات ثم تتزوج بغيره ثم يطلقها تحل زوجها الأول في اللعان لا تحل حتى لو طلقها الزوج الثاني لماذا لأن الأمور مدام وصلت بين الزوجين إلى هذه المرحلة فلا سبيل استقامة الحياة بينهما مدام وصل إلى التلاعن عند القاضي وبهذه الصفة المغلضة والخبر انتشر وصلت الحياة الزوجية إلى أن تكسر بهذه الطريقة فمعنى ذلك أن هذه المرأة غير صالحة لهذا الرجل وهذا الرجل غير صالح لهذه المرأة هذه من حكمة الشريعة فلذلك تحرم عليه تحريما مؤبدا نقول هذه المرأة لا تحلك ابحث عن غيرها النساء غيرها كثير هذه المرأة لا تحل لك تحرم عليك تحريما مؤبدا هذا معنى قوله فتحرم عليه تحريما مؤبدا طيب مما صير الولد؟ نعم وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا أو مولودا ما لم يكن أقر به أو وجد منهما يدل على الإقرار لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لا عن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم إن كان بينهما ولد فالولد لا ينسب للزوج وإنما ينسب لأمه وهذه فائدة اللعان نفي الولد سواء كان حملا أو مولودا إلا إذا كان قد أقر به أو وجد منهما يدل على الإقرار فهنا لا ينتفي لا تنتفي نسبته لأبيه وهنا ذكر المؤلف حديث ابن عمر أن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم وعلى ذلك فائدة اللعان نفي الولد طيب لو أن رجلا رأى زوجته تزني فهل يجب عليه أن يلاعن الجوام يجب يجب لماذا لأنه لو لم يلاعن فالولد ينسب له الولد ينسب له ولا يجوز أن ينسب له ولد ليس منه نقول يجب عليك أن تلاعن لكن لو أنه رأها تزني ولم تحمل من ذلك الزناء فهل يجب عليه أن يطلقها أو يلاعن نعم هل يجب ما نقول يجوز هل يجب لا يجب وإنما نقول إذا تابت إلى الله عز وجل من تاب تاب الله عليه ربما تكون أم أولاده وتابت إلى الله تعالى فإذا صدقت توبتها جاز له أن يبقيها ولم يجب عليه أن يلاعن لم يجب عليه أن يلاعن أما إذا لم تتم ولزات مستمرة وإقامة علاقات مع رجال أجانب فلا يجوز له أن يبقيها قول الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثة والطيبات للطيبين والطيبون والطيبات الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وإذا أبقى زوجته ولم تتب إلى الله تعالى من الزنا فإنه يكون ديوثا يكون ديوثا ويأثم إثما عظيما لأنه كالمقر لها لكن إذا تابت إلى الله عز وجل من تاب تاب الله عليه لو كانت المرأة لم تقع في الزنا لكنها تتساهل مع الرجال الأجانب فقد جاء في بسرد الإمام أحمد وغيره بسرد حسنه وبعض أهل العلم أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتي لا ترد يد لامس فقال طلقها قال إني أحبها قال أمسكها قال بعضها للعلم قال كابن تيمية وابن حجر وبعض الشراح أن معنى قوله لا ترد يد لامس ليس معنى أن تقع في الزنا وإلا كان أمره بفراقها وإنما تتساهل مع الرجال الأجانب بعض النساء تتساهل لو لمسها لما نفرت لكنها لا تقع في الزنا هذا يجوز له أن يطلقها ولا يجب عليه ذلك لكن عليه أن ينكر عليها هذا المنكر إذن يجب اللعان إذا حملت المرأة من الزنا وفي وقتنا الحاضر يمكن أن يستعان بالبصمة الوراثية والحمض النووي البصمة الوراثية هي نفسه الحمض النووي فهذا المولود يمكن للزوج أن يطلب له بصمة وراثية أو حمض النووي فإذا قيل إن هذا الزوج منك وليس من الزاني جاز له أن يبقيها إذا تابت أما إذا قيل إن هذا الولد ليس منك وإنما هو من الزاني فيجب عليه أن يلاعن ولا تكفي البصمة في نفي الولد لا تكفي البصمة في نفي الولد وقت سبق عرضت هذه المسألة على المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة هنا وأصدر قرارا بأنه لا تكفي البصمة لا بد من الملاعنة وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لمرأة هلال أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا وكذا فهو لشريك بسحمة وأتت به كذلك ومع ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو لا كتاب الله لكان لي ولها شاء فالشبه والبصمة هذه غير مؤثرة ولذلك فنقول لا ينتفي الولد إلا باللعان فلو مثلا دلت البصمة الوراثية على أن هذا الولد ليس منه يجب عليه أن يلاعن وإلا فإنه يأثم إثما عظيما لأنه ينسب ولدا ليس له ويدخل في مراثه ويكون محرما لبناته وأمور كثيرة من هذا القبيل فإذا ابتلي بذلك وجب عليه أن يلاعن لأجل نفي الولد طيب إذن الخلاصة أن اللعان إذا تم بين الزوجين يترتب عليه أربعة أمور الأمر الأول نفي الولد وهذا أهم شيء وغالب من يلاعن غرضه الأساسي نفي الولد الأمر الثاني سقوط حد القذف عن الزوج إذا لاعن سقط عنه حد القذف الأمر الثالث الفرقة بين الزوجين ولو من غير حكم حاكم على القول الراجح الأمر الرابع التحريم المؤبد بينهما أعيده مرة ثانية سأطلب منكم إعادتها ما الذي يترتب على اللعان الجواب يترتب عليه أربعة أمور الأمر الأول نفي الولد الأمر الثاني سقوط حد القذف عن الزوج الأمر الثالث الفرقة بين الزوجين الأمر الرابع التحريم المؤبد من يعدها لنا مرة أخرى نعم تفضل أرضي صوت الأمر الأول نفي الولد الثاني الفرقة لا خلنا نأخذ بالترتيب الثاني سقوط حد القذف عن الزوج الثالث الفرقة بين الزوجين الرابع التحريم المؤبد طيب بقي مسألة مهمة في هذا وهي أنه أحيانا قد يبتل الزوج بأن زوجة تحمل من غيره بسبب اغتصاب مثلا أو لغير ذلك من الأسباب أو خطأ أو شبهة أو لأي سبب وهو لا يريد أن يقذفها بالزنا لكن يريد نفي الولد فهل يصح أن يكون اللعان من طرف واحد من الزوج فقط دون الزوجة هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء والقول الراجح أنه يصح كما اختاره بإم تيمية رحمه الله وجمعه من أهل العلم المحققين فيقول يشهد الزوج أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة لنعن الله وينتفي الولد عنه والزوجة لا تلاعن فهذه مسألة خاصة هذه مسألة خاصة وأذكر أن أحد القضاة وقعت عنده هذه المسألة أن امرأة اغتصبت فحملت يقول فأراد الزوج أن يلاعن دون الزوجة فقط لأجن في الولد فيعني اتصل بي أخبرته بهذا القول للفقهاء ففرح به قال هذا مخرج في هذه المسألة لأن زوجته اغتصبت وحملت من الزنا والزوج لا يريد قذفها بالزنا إنما يريد فقط نفي الولد فيكون هذا مخرجا بأن يلاعن منطرف واحد يلاعن الزوج فقط دون الزوجة هذه أبرز الأحكام متعلقة باللعان ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر